سلام عليكم جميعا و مرحبا بكم في قناة شاف ملك نتمنى تكونوا بخير و على خير سنقدم لكم واحد الكيكا زوينة عجيبة للعناصر التحاء المكونات الأساسيين هو التفاح الحامض و البرتقال سنزيد معها اكيد الجزار و اضافات اخرين المهم ستتبع معي الفيديو كانت الكيكا المعتمد عندي انا حاولت نضيف لها اضافات تقريبا 6 الاضافات ولكن جاءت كيكا عجيبة من دك شرفيه المرع للمقادير اخذت لربعات البيضات اضافت ملحة حاولت نصرع عليكم في الفيديو كيكا العنبة معمر سنيدة نحاول نخلطها بالفوي لا نحتاج إلى ضراب و هكا ستتطلع و حل كيكا عجيبة كيكا روخاميه نضيف كاس اللاربع عمر زيت و كاس عصير البرتقال نضيف حمضة محقوكة او قشب حمض محقوكة و كاس عصير البرتقال نضيف حمضة محقوكة نضيف حمضة محقوكة نضيف تقريبا واحد زوج معلق ننتع الجزر مبشور و ضفت له واحد نصر واحد الراس معلقة صغيرة ننتع القرفة مع الراس معلقة صغيرة ننتع الزنجبيل يتوتى القرفة والزنجبيل و كده لك مع التفاح نضيف الضغر في المجموع اضفت تقريبا اثناش المعلقة المعالق الكبار كانت تكلم وزيت معهم واحد ثلاثات الخمارات حمر كما شاهدوا معي الخمارات نصحكم اخواتي باش ديما تغربلوها باش هكا يمشوا من هادوك الكوتل كذلك توزع قاع في العجينة او في الكيك نضيف الباقين تاع الفرينا او الدقيق المهم في المجموع اضفتها الكمية وزيت المهم المجموع سيكون 12 معلقة كبيرة من تاع الدقيق نحاولها نخلط هذا هو القوة من تاحها نزيد واحد سجمعها لقناة باش نكمل العدد 12 سفي يعني ما فيها احتشي حاجة بالنسبة هنا انا كنت تكلم عن الفورن انا كنت تكلم عن الفورن كيف ستشوفوا معي ان شاء الله في الصورة المولية هنا انا زيت شوية القرفة المهم ستحاولوا تديروا الرسم معلقة كبيرة او نص معلقة صغيرة قرفة ونص معلقة صغيرة زنجبيل او رسم معلقة كبيرة قرفة او رسم معلقة كبيرة زنجبيل المهم لكم الاختيار تعبروا باش ما بغيتو صار حاجة عجيبة عجيبة هالكيك سافي هنا اخيرا انا حاولت ننضيف هكا روح الحامض بالنسبة لروح الحامض اختياري يعني انا غيفتها لهكا بغيت ننضيف لكل نكهة باش تجي قوية هكا انا نضيف كبيرة لدينا زيست دو سيدرون هذا ما كان هذا هو القوام التعليل كيف ندينا مجارية ما قاسحة ما قاسحة ما قاسحة ما قاسحة ما قاسحة ما قاسحة لا يجب بحليمية الدماء اخذت مول 24 سنتيم حاولت ندهنها بالزيت و تدهنها بالزبدة سوف ندهنها بالزيت سوف ندهنها بالشابريوغ سوف ندهنها بالشابريوغ الخبز محمص و مطحون و تحسين بها تحت البيض و تحسين بها بالشابريوغ سوف ندهنها بالشابريوغ بالنسبة سوف ندهنها بالجزار خلطهم مع التفاح المبشور ثلاثة تفاحات مبشورين خلطهم في الصحن و حاولت نزيت فيهم شوية قرفة و شوية سانيدة كبحة اللي باش يتلقوا العصار و خلطهم و درتهم فوق الوجه حاولت نأخذ حفنان كبحة الزبيب و قطعتها بالسكين لما يأتي القصبر كذلك اضفت هنا تقريبا واحد تجمع الققبر كلهم تضيفهم على الوجه لكي يعطينا تنماش و المهم تجيزوينها في المنظر الصراحة و تجيبنا كيكا رقيام من المنظر هنا اخواتي بالنسبة للفرن و انا طلعتها يعني دخلتها للفرن و كما تشوفوا تقريبا اعطيتها مدة 20 دقيقة و هي كالطيب فهد يعني في الطبق العلوي نهائيا مهبطهاش خليتها تحمار و النار مهيلة المهم هكا اخذت معي الوقت تقريبا 25 دقيقة حتى نصف ساعة و هي في الفرن و حتى طابط و حتى حمارت المهم هو ما تقدروا تنزلوها التحت بجد تكمل القياب هنا سوف نمر للفقرة العصير هنا اخذت اربعة تفاحات واحد العصير الديد و كي خرجنا واحد الكمية هائلة انا اخذت اربعة تفاحات مع واحد ستاد البرتقالات واحد الربعة الحمضات كذلك واحد الاججاصة كانت عندي تهيزتها واحد الكمية اخذت متاع الجزر مهم عينكم ميزانكم انا اخذت تقريبا اكترت الكمية في المسال لكم تقدروا تديروا غير اربعة الجزارات او خمسة وسقر ساندة اخواتي هذا عرق الحامض او عرق الليم المهم هي حجرة الليم كتبة عند العطارة كي سمعوا بها حتى بريدة على فكرة انا كنت دا جا صورت بريدة ولكن مشالي ذاك الفيديو ان شاء الله سوف نضع لكم المقادير المضبوطة هنا بالنسبة لهاد العصير انا اخذت التفاح والاججاص درتهم في موليناكس ودرت معهم واحد الكمية نحاول نطحنهم بهم بالقشر بالنسبة لهاد المقوين هنا نوض كوكو نحاول نطحنه بالنسبة لكم نحاول نطحنه بالقشر ونصفه كي نستفيد بالفيتامينات والقشرة صفيته وهذا هي القشرة صافي بالنسبة ل البرتقال والحامض قطعتهم كروات ونطحنهم بالنسبة لكميات الماء لا تخمموا لحقاش كين عصير الحامض أربع حبات حامض هي التي ستعطينا التوازن لدك الماء بحال يأتي جود مخلط مع جود أورانج ومع الجزر المهم طحنت الحامض والبرتقال وصفيتهم بعدها طحنت طحنت طحنتهم مزيان مزيان وخلطوا نشان بلما نصفه لحقاش دجا ذاك خيزو راها مسلوق نسلقة يعني غادي يكون لين بزاف في الطحن هنا في موليناكس كتشوفوا معايا زيت نواة كوكو وزيتاليه شوية دلماء وغادي نطحنه مزيان مزيان ثلاثة ثلاثة المعالقة سوف نعطينا لدى عجيبة ولكن طرور نصفه في الصفاية كرقيقة كي لا ينزلون الشوائب لدى عجيبة العصر وقدمت لكم الياغورت بالكوك وقدمت لكم بعدما صفنا قدروا تستعملوه بزافة الحويجات من بينهم هكا الكيك ولا العصر انا ديجا كنستعملوه الديمة كنستعملوه هكا في العصر كيعطني واحد لدى زوينة كتشوفوا معايا ثاني زيت الماء وغادي نضيف واحد كمياتا السكر اللي غادي تكفيني لهذا العصر وغادي نضيف واحد شوية متاع حجرة الليم او حجرة الحامض او عرق الليم كل واحد كي يقوليها كيكس هكذا مهم تحاولوا ومتقطروا منها لحقا شبراها مش جهده مش جهده كتعطينا هكا اللبه ومتعطينا واحد تركيز في عصر وقاعدك المال اللي برنا غادي تحاول ديك البدرة متاع حجرة الليم هي ودكور بحبة متاع الحامض غادي متوازنه كيكس خرجته حاولت نتكوه بواحد سفود او بواحد طبيق طيب ونسقيه انشاء الله ولكيكس سخونه بكاس عصير البرتقال تقدروا كذلك تسقيوه بذلك العصير نفسه اللي غاني بالخيز وبالتفاح وبدو كلي حضرنا هذا ممكن جدا انكم تسقيوه مهم تخليو الكيكس تفرد لتشرف قاعدة الكاس نتاع العصير حتى الكاس تستعملوا كيكة رائعة رائعة الصراحة لدينا سبعة يطر ونص حتى ثمانية يطر نتاع العصير هذا هو الشكل الكيك يجي راقي و الديد و الديد و المكونات كاملة نتمنى انكم تجربوا و بالنسبة للعصير فهو كيجي لديد لديد واقتصادي جدا غني هكا بالفواكيه تقريبا كيخرج لنا من سبعة يطر ونص حتى الثمانية يطر عصير ليعجبوا الفيديو ما تنسوا ليش لايك اشترك بالقناة بالنسبة للناس الجدد وتعليقات زوينة كيف ما عودتوني والسلام عليكم و رحمة الله تعال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة